تعرف مكانك طيب ليه أهمية أنك تعرف مكانك ومعادك عشان لو طالع أسانسور ما تطلعوش تبقى عارف علشان لو تحب تسيب البيت وتنزل تهد في قهوة تهد في قهوة علشان لو مثلا عندك شغل لو أونلاين بقى ويوم الحد وعندك شغل زي ما الحكومة قالت فما تعملش الشغل اللي هو من الساعة دي لو هو ما وعيدك الظهر علشان لو فيه مرضى علشان لو فيه حاجة تقدر تنظم حياتك فما يبقاش فيه مشكلة أيضا ده بيساعد في أجهزة كهربائية فأنت تبقى عارف مثلا أن أنا حتتقطع عندي من الساعة كذا للساعة كذا فالأجهزة الكهربائية تبقى جاهز يعني تفصل أجهزة كهربائية وتبقى ما ترجعش أجهزة كهربائية تاني غير بعد القطع بعشر دقايق دايما يقولون القصة دي بعد القطع بعشر دقايق عشان ترجع يرجع الكهرباء في ضغطها العادي ما يرجعش بالضغط العالي فما تتعرضش الكهرباء أو الأجهزة كهربائية عندك لمشكلات فخلاص عرفنا إحنا إيه توزيع العادل لقطع الكهرباء في كل أنحاء الجمهورية طيب عندي مجموعة ملاحظات كده بما أن طلع بيانة النهاردة من مجلس الوزراء ومن لجنة الأزمة يبقى واضح أن الموضوع مطول وأن التخفيف مرتبط فقط بدرجة الحرارة يعني مش هو ده الكلام الرئيسي التخفيف زي ما سمعنا مبارح من دكتور حافظ سلموي مرتبط بتوفر الوقود سواء غاز من الداخل أو مزات نشتريه من الخارج وزي ما رئيس الوزراء قال بنحاول نوفر 300 مليون دولار لشراء المزات وده قاله في المؤتمر الصحفي الماضي إذن القصة ليست الحرارة لأنه درجات الحرارة بتنزل القصة أنه إحنا محتاجين كان في ضعف في دخل الغاز وإحنا محتاجين إما غاز أو مزات والمزات بنحاول نوفر العملة الصعبة لشراء كان في خبر 12 صباح اليوم وكان خبر أصار بقى طبعا سعادة بالغة لكن واضح الخبر ده ما كانش دقيق كان الخبر بيقول أن عملية التخفيف قد انتهت مع تحسن الجو لكن تضح طبعا الخبر غير دقيق مع نشر هذه الجداول للتخفيف طب إيه معلوماتنا عن هذا الخبر أن في محاولة كانت لتجربة عودة الأحمال بشكل طبيعي يعني لو الناس النهاردة شافت أن النور ما تقطعش عندها ما تتخيلش أن هي دعم مضوه خلص لا تعرف أنه في تجربة بيعملوها في وزارة الكهرباء لكن من الواضح أن التخفيف مستمر معنا بعد نشر هذه الجداول وده أعتقد هذه الجداول أو سيتم تنفيذ هذا الأمر أظن من غدا الثلاثاء يعني ده من بكرة الثلاثاء الجدول ده حيشتغل مش من النهاردة